متعلق بالشأن الرئاسي تابعنا خلال الحقيقة فترة أجازة عيدة الأطحى المبارك نشاط السيد الرئيس وكانت البداية حديثه مع أحد المجندين خلال جولة ليه بالدراجة في مدينة العالمين الجديدة واكد خلال حديثه أهمية العمل لمواجهة ظروف الحياة وقال السيد الرئيس للمجند محتاج إيه خليك دغر يا أيمن ما تكسفش أنا زي أبوك والمجند الحقيقة رد وقال إن هو محتاج يأجر محل كبير في شارع رئيسي عشان يقدر يحقق مكسب أعلى وعلى الفور وجه السيد الرئيس بإهداء مكتبة جديدة بالمواصفات اللي بيتمنئها ده طبعا بدلا من المكتبة الخاصة به وخلال جولة السيد الرئيس في منطقة العالمين التقى إحدى الأسر المصرية وده حوار بين السيد الرئيس والأسرة لتعرف على أحوالهم والاستماع لمطالبهم كمان التقى السيد الرئيس بعدد من المواطنين أثناء تجوله بدركته وحرس السيد الرئيس على الترحيب بعدد من الأسر بدأ السيد الرئيس بالتعرف على أسماء أولاد إحدى الأسر وسؤال الأب عن مسكانه وظفته وقالت الأسرة أن المدينة جميلة قوي قوي وحلوة المدينة يا رئيس عشان الرئيس يرد ويقول حلوة بيكم منتم ربنا يحفظكم وتشوفوا بلكم وتستمتعوا بيها لازم نتبسط وتشوفوا بلكم وتستمتعوا بيها ترجمة نانسي قنقر